السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلاب الأبطال طلاب مادة الصوت أرحب بكم بدرس جديد وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم إن شاء الله راح أشرح لكم الأصوات الصحيحة الكونسننت اللي يسمهم كونسننت إذا تذكروني بأول محاضرة أنا أعطيكم تعريف الكونسننت تمام فالتعريف الكونسننت مهم جدا وهذا أنه هنا أصوات الكونسننت باوعلي شوف أصوات الكونسننت واضحات مثل عندك حرف البي بي هذا بي مثل دي كوحد ما يعرفه الام واضحات يعني في زي لمنة الار شوفوا هاي الأمثلة هاي الأمثلة كلها لازم تنحفظ يعني شوفوا شلون الال مثل أوب شوف هنا باوعلي هذه الكلمة تلفظ أوب يعني هي مكتوبة ف بس تنكتب ذ أوب مكتوبة ف بس تلفظ ذ فاحنا ما نقول أوب نقول أوب ذ هنا هاي أمثلة يعني عليها أمثل طيب زين نجي على تسعة وعشرين هو آر صوت الثلاثين هذا هو يا صوت تسعين بالمئة بنطلب يخطؤون به هذا مو اسمه صوت الجي هذا صوت الي صوت اسمه صوت الي باوعلي هس هو هذا وين حرف جي بس لمن يكون داخل قوسين هذا صوت صوت الي مثل كلمة ياس مثل كلمة يير سنة مثل كلمة يت يت شوف شلون صاره بالرسم الصوتي يت دير بالك زين عندك واحد وثلاثين هذا صوت الو اللي هو صوت اليو يو 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 شوف مثلا وال شوف الال المكرر كتب اليوم عنده مرة واحدة كوايت شوف هنا شوف ايه هنا اليو صار دبل يو نكتب دبل يو فيدير بالك لاني لازم تنحفظ كلهم لا تخاف انا راحطيكم بلاحظات بالرسم الصوتي بس القصد هاي احفظها هاي الامثلة تنحفظ هاي الامثلة تنحفظ على مو تصير لك فتقاعدت شوي تعتمد عليها يعني طيب عندك ثنين وثلاثين هذا صوت الانج مثل كلمة thing sing و الى اخرى فتحفظ لي هاي الامثلة حفظ لي هاي الامثلة هذا صوت الانج هي شنكتب انج دائما تلقى على شكل انجي تلقى على شكل انجي انج طيب عندك ثلاثة وثلاثين صوت ذ اذ اذ مثل كلمة ذ مثل كلمة ذات يعني هذا الستة وبيها شخطة لي فوق هذا صوت ذ اذ اذ طيب عندك اربعة وثلاثين هذا صوت الج شون انا اقول جاسم مثل جوي تلقى اي ج ج ج ج ج هذا صوت الج فمتى ما قانيText كلمة بيها صوت الج رايح اكتب هذا الصوت اللي هو دي حيشه صعى ويمها ثلاثة شو اسمه؟ صوت الجه خمسة وتلافين صوت الجه جه شو اسمه ? صوت الجه شو اسمه؟ صوت الجه طيب مثل 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 شوف شون مكتوب شون ثلاثة بينما هذا الج دير يمه ثلاثة دير بالك أحفظهم أحفظ الصوت أكتب علي أمثل الآن تحفظ هذه الأصوات طيب بعد إشعدنا ننتقل الآن إلى مجموعة أخرى من أصوات الكونسنت شه هذا الصوت صوت الشه شه مثل شي مثل شيب إذن متى ما لقيت صوت شرح أكتبه بهذا الشكل مثل شو إذن شي شيب شوفان لما عندك كلمة شيب شو راح تصويها برسم الصوتي عندك كلمة شيب شوف شيب هاي شيب من وجه تصوي لها رسم الصوتي راح أحض صوت الشه بعدين هذا الصوت الصوت الإي الطويل نقطتين بعدين بي صار الشيب هيتش زين سبعة وثلاثين صوت الك بعدين بي بعدين ت ثلاثين سهلات وأربعين ذ ث سوري صوت أربعين إف 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 ث دير بالك هذا ذ هذا ث إف 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 ث ث ثري مف ثيف إف 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 طيب واحد واربعين سه هذا معروف ثنين واربعين صوت الشه شون أنا أقول شاي شاي شه شه مثل شوز شوز شون إن كتب تي وهذا الصوت يم اسمه شه 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 شوز شيب شيب طبعا دائما نلقاه على شكل سي أتش أو مرات نلقاه على شكل تي يو هذا الصوت تي يو تي يو تي وارا اف و ه بس خلصنا الأصوات الصحيحة أكون ملاحظة شوفوا لي حرف الأكس ما مكتوب إذن الأكس هو حرف وليس صوت دير بالك الأكس هو حرف وليس صوت مثلا مثلا عندنا أي حرف بله بعد ما موجود مثلا هذا الصوت صوت الجي هذا هو صوت الي بس ما عندنا حرفيش الجي شون ينكتب الجي خذناه طيب هسا عندنا تدريب ورحة تدريبة مفروض يكون هنا أيها ذو هنا هذا تدريب علي هذا يفيدكم أنا عندي هنا تدريب على هذا الموضوع باوع لي قال لي هذا صوت ف لو صوت ذ يعني منطيني كلمة ويقال لي حدد لهذا ث لو ذ تعالوا ويا فأنا عندي هذا هاي الكلمة شنية ش راح نقول نختار لها نقراها ذات لو ذات لا ذات لذلك راح نختار لها صوت ذ حلو نجي على اللي صوت اللي بعده أنا ذ إذن هذا اللفظ ذ لذلك راح أختار الذ حلو اللي بعدها باف اختار ف إذن راح أختار صوت ف طيب بعدها ثم 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 راح أختار ذ طيب اللي بعدها عندي براذا ذ هذا ذ لذلك راح أختار ذ يلا حلولي لبعدها يلا حلولي السادسة والسابعة والعاشرة يلا حبايب حلولي ياه طيب نجي على أيضا تمريم ثاني إهنا قايل اللي اختار لي هذا راح نقرأ الكلمة ونشوف إذا هذا صوت اختار هذا اختار تعالوا أول كلمة شين هاي الكلمة هاي شير لو شير شين هاي الكلمة شه إذا راح نختار الأول إذن الاختيار الصحيح هو شه طيب بي ش شه اختار رأينا هذا ش شو ش راح نختار صوت الش هيت لن سهلات نيجي هنا فاش ش راح اختار صوت الش حاولوا تحلون اللي أنا ما حليت لكم باش ش تحل ش نختار تمرين سهل وبسيط طيب زي عندنا هذا التمرين هذا التمرين شي يقول يقول اختار صوتي ج له ج هذا ج وهذا ج ج ج ج ج ج ج ج ج يلا وياي يو ج راح نختار هذا ج ج ج ج ج اختار صوت ج هذا وين طيب ج vision ج راح اختار هذا ج طيب اربعة هاي الكلمة شنية هاي عليكم خمسة ج ج ج ج ج ج ج ج راح اختار هذا طيب دينج ج ج ج ج راح اختار هذا هاو 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 كلمة ج ج ج ج ج ج اختارينا ج ج انجوي نقول انجوي لو نقول انجوي لا نقول انجوي طيب خلص هاي الباقي عليكم طيب ذني انا اريد انتو تحلون شباب عيني طيب تمرينا الرابع بعد عدنا خلص بعد عدنا تمرينا الرابع قايل لي تختار الج لوشة نيجي هنا ايوجوال هاذا شنوى ج مو راح نختار الج طيب اكشن شن شه راح نختار الشه هيتش اللي بعده إلوجين ج إلوجين لو إلوجين شو تقولون انتو إلوجين لو إلوجين شو تقولون برأيكم ها ترا واضح كتبوها بتا هاي فش بينا بيشنت لو بيجنت شو نقول بيشنت إذا مش راح نختار راح نختار الشي واضحات أتوقع حاولوا تحلول البقية انتو تكتبوا ليها قدانكم طيب إلي هنا ما عدنا أي شي طبعاً هنا عدنا اسئلة الفصل خلاص صحيح إلي هنا هذا هو كل ما موجود بالنسبة للفصل الأول بقى عدنا محاضرة وحدة هي صراحة موجودة بالفصل الأول بالفصل الثاني راح أشرح لكم إياها أيضاً بالمحاضرات القادمة إلي هنا ينتهي درسنا أشوفكم إن شاء الله بدرس جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته